الأستاذ وفاء يقلل من قيمة الضربات الموجهة للقواعد ويعتمد على ما تقوم وما تصرح به الإعلام الأمريكي إذا كان الإعلام الأمريكي هو مصدر فترة الأستاذ وفاء أستاذ عماد أعدهم 46 جريح أعدهم 46 جريح اليوم اعترفوا بيه 46 جريح أعدهم الأمريكان يعني أستاذ وفاء اليوم اعترفوا أستاذ وفاء يقول لا ما لها قيمة هاي الضربات أنا قلت ما أدل قتيل أنا قلت ما أكو قتيل أكو جرحة ما أكو قتيل أنا أكو قتيل أكو قتيل أستاذ وفاء عذرا قاطعتك نعم كم من أستاذ عماد أنا أقول إذا هذه الضربات غير غير ذي قيمة فلياش الأمريكان هيتش ضايجين ومستنفرين ويتوسطون وغيرها ثانيا الأستاذ وفاء يعني يغمز هذه الفصائل التي تقصف هذه القواعد بأن لها يعني حسب رغبة يقول جارة أو دولة أخرى أو علمود غزة يا سيد الكريم هذه الدولة جارة التي أنت يعني تستكثر أن تقول اسمها لو لا وجودها لكانت أربيل لسقطت أربيل بيد داعش وهذا باحتراف السيد البرزاني على الأقل أن يرد جميل لا لا أستاذ وفاء أستاذ وفاء خليني بسؤال قلت أنه أكو سفارات أكو سفارات المعترض خلي يغلق هذه السفارات الفصائل المقاومة ما جاءت تستهدم السفارات أستاذ وفاء برغم هذا التسليح مالتها ورغم كل الإمكانيات العسكرية بيها وفق الأعراف الدبلوماسية ما تسمى سفارة مع ذلك فصائل المقاومة ما جاءت تقصفها ولا تطالب بقصفها أنا أريد أن تجفكرة يا أستاذ عماد هذه مرات الخلفيات التاريخية مطلوبة لكن وقت البرنامج لا يتسع الآن أنا كمواطن عراقي أكو قرار للحكومة وأكو قرار للفصائل أنا يجب أن أتبع من ولا صح من أنا هذا السؤال لا تقول لي وجهات نظر أكو قانون إحنا دولة لا لا أنا أقول أستاذ وفاء أستاذ نجم عزيزي أنت كمواطن عراقي من تشوف أكو قرار حكومة وأكو قرار لكتلة سياسية لفصيل مقاومة معتمد هذا القرار أنت إجبارا عليك أنه تصير بهذا الجانب أو بهذا الجانب لا الحكومة جاء برتك إنت كمواطن تعال تبنى رأيي ولا الفصائل قالت لك ملبستك سلاح وقلتك فد سلاح معين وقالت لك روح أضرب الفصائل روح أضرب القواعد الأمريكية هذا قرار يعتبرون قرار عقائدي قرار مقاومة قناعتهم هذه الفصائل المقاومة قناعتهم أنه يجود الأمريكي بالمنطقة شر مطلق أنا أحترم قرار الفصائل المقاومة وأقدر قرار فصائل المقاومة أنا أتكلم عن مستوى الدولة هل حكومة من الذي يجب أن يقود وصاحب القرار الذي لم تثل له حسنا ما أفتهم أريد واحد يفهمني ذولعتهم قرار وذولعتهم قرار هل لهذا في الدولة في الحكومة طرفين يقرر هو أنت كمواطن عليك روح اختار القرار لعجبك شنو هالدلال هذا مقتنع بهاي مقتنع أنت السيد المسافر الحكومة الحكومة نعم أنت مقتنع بهذا لا لا أستاذ نجم عزيزي الحكومة إلها قراراتها وإلها سياقاتها الدبلوماسية الحكومة أيضا ما كانت يعني ما كانت راضية لاقتحام السفارة السويدية مثلا ما كانت راضية ولا راضية بانتهاك مثلا عاقبت من دخل السفارة السويدية ونفذت قرارها الآن هسا الحكومة مطالبة الحكومة مطالبة أستاذ نجم مطالبة بمعاقبة من يطلق من يقصف القواعد الأمريكية أنت هيش تريد تقول أنا ناقش البيان الحكومي البيان الحكومي وقرار الفصائل الفصائل لها قرار والحكومة لها قرار الحكومة حذرت والفصائل تحدت الفصائل لديها وجهة نظر تعتقد بها والحكومة لديها وجهة تعتقد بها من يفصل بين الاثنين شوف أستاذ نجم عزيزي أنا أقول أنا أقول مو دائما مو دائما كل ما يقال هو هو عين الحقيقة شنو شنو الضير بأن تكون هكذا مواقف متناسقة يعني أنا ما أقول الحكومة متفقوية الفصائل أروحوا أقصفوا وإحنا ننددوا وإحنا كذا أنا أقول القضية والوضعية تحتاج تحتاج المقاومة وتحتاج الحراكة الدبلوماسية وتحتاج التظاهرات الشعبية وتحتاج الضغط بكل المستويات وكل الأطراف أنا مو بالضرورة اليوم أنا عدي منصب حكومي أمني أترك كل هاي القضايا وأروح ألحق الفصائل ألزمهم ليش قصفتوا القواعد الأمريكية والولايات المتحدة الآن بكل دعمها وكل كل إمكانياتها تساعد الكيان الصهيوني في سبيل أن تقتل الأطفال والأبرياء بداخل فلسطين نعم أعلى أسا الموقف الإنساني وين؟ الموقف العربي وين؟ الموقف العقائدي وين؟ ترجمة نانسي قنقر